أستعملنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش ومجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع بيلوسي عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمة الوفد المرافق لها حيث رحب الرئيس السيسي بزيارتها والوفد إلى مصر مؤكداً استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات كما أكد الرئيس السيسي حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس وذلك في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها هنأت نانسي بيلوسي الرئيس المصري على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر متمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر أخداً في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة سيمنز العالمية للطاقة للتدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات إزالة الكربون وذلك بحضور كريستيان بروخ رئيس الشركة ويشمل نطاق عمل الاتفاقية عدداً من البرامج التي تحقق أهدافها وتشمل التدريب في مجالات إزالة الكربون والهايدروجين علاوة على التدريب العملي بمواقع مؤسسة سيمنز العالمية خارج مصر وذلك بهدف تحسين مهارات وقدرات المتدربين كما سيتم تقديم برامج الحكمة لعدد من الكوادر الهندسية من السيدات والبرامج الفنية الدعمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة واشدد المركز أيضاً على أن جميع وسائل النقل العام تعمل اليوم بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام وفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بيانج سيكلفان مساعدهما بالعمل على تسوية الخلافات بعد قمة العشرين في أندونيسيا وأضف سوليفان أنه لا ينتظر من هذا اللقاء الإعلان عن أي اتفاقات محددة واعتبر سوليفان أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني سيساعد على أن يفهم أفضل أولويات ونوايا بعضهما البعض وتسوية الخلافات وإيجاد المجالات التي يمكن التعاون فيها أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي بقيمة إجمالية تنهز أربعمائة مليون دولار وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من تراز أفينجر وأنظمة منتنقلة متبتة على مدرعات خفيفة وعددا غير محدد من صواريخ ستينجر وذلك بقيمة إجمال مساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 18.6 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية قال توزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلس أن إسبانيا سترسل نظامي هوكل الدفاع الجوي لأوكرانيا إضافة إلى أربع وحدات من نفس الأنظمة الأمريكية الصنع تم شحنها الأسبوع الماضي وذلك لمساعدتها في التصدي للعملية العسكرية الروسية وذكرت روبلس أنه بالإضافة إلى قذفات الصواريخ أرض جو سترسل إسبانيا مدافع هاوتزر خفيفة وتقدم أيضا تدريبا لأطقم المدفعية الأوكرانية وفي الشهر الماضي طلبت أوكرانيا من دول حلف الناتو مساعدة إضافية لصد الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة بعدما هجمت موسكو مدنا في أنحاء البلاد توفي شرطي متأثرا بجراحه بعدما تعرض لهجوم بسكين في بروكسل وفقا لما أعلنته نيابة العاصمة البلجيكية هذا وأصيب المشتبه به بجروح ونقل إلى المستشفى لطلق العلاج وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هناك اشتباها بوجود دافع إرهابي وراء الحادث وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق يقوده في هذه المرحلة مكتب المدعي العام في بروكسل ورياضيا أفاز ريال مدريد على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في ختام الجولة الرابعة عشر من الدور الإسبانية وسجل ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة الأربعين ثم أضاف توني كروس هدفا ثانيا في الدقيقة سبعين فيما سجل لوكس هدف قادش الوحيد في الدقيقة الحادية والثمانين وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى خمسة وثلاثين نقطة في وصفة ترتيب الدوري ليقلص الفارق مع غريمه بارشلونة متصدر الترتيب إلى نقطتين وفي المقابل أيضا توقف رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير انتهى موجزة الثامنة وعود الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى